اهلا بكم محاضرة النهاردة محاضرة مش طويلة واعتقد ان انتوا هتفهموها على طول هي استمرار للعمارة المسيحية لكن في فترة العصور الوسطى متزامنة مع العمارة الاسلامية لكن في الغرب فعشان كده التايتل بتاحها اسمه Medieval Christian Architecture يعني عمارة العصور الوسطى المسيحية وهي فترتين متصلتين ببعض الاولانية اسمها Romanesque والتانية اسمها Gothic Romanesque and Gothic Periods الRomanesque بالعربي بنسميه Romaneski والGothic بنسميها القوطي دولة فترتين في عصر العصور الوسطى في اوروبا ولو ناخد بنا من الصور اللي انا هتطهع على الغلاف بتاع المحاضرة هتلاقوا انه شكل المعمار مختلف وفيه في القطاع الكبير الابيض والاسود اللي موجود على ايدكو الشمال باين ان فيه نظم لدعمات طايرة او عقود طايرة وحوائط سندة ضخمة لازم نعرف ايه سببها نقل بالسلايد اول حاجة هناخد الRomanesque وده الحقيقة ظهر في وسط اوروبا في القرن التاسع واستمر الى القرن التلاتاشر لغاية مجيه العمارة القوطية واستلمت الراية من الRomanesque اول حاجة بقول يعني ايه كلمة رomanesque فرomanesque بنقول هو اعادة استخدام للعناصر الرومانية اللي احنا اخدناها قبل كده زي الارشاط semi circular arches الفولتس اللي هي الاقبية الانترسكتد فولتس الاقبية المتقطعة لكن مش هيستخدموها طبعا بنفس الطريقة اللي عملوها الرومان في وقتهم هيستخدموها من اجل العمارة المسيحية نقراها بقى بالانجليزي نقول رومانesque means reusing roman architectural elements such as arches vaults and intersected vaults in a new way to serve Christian architecture يبا هي من اجل خدمة العمارة المسيحية طيب السؤال هو ايه احساس الفراغ في مبنى رومانسكي خدوا بالكم من حاجة احنا لغاية دلوقتي العمارة كلها حوائط حملة حوائط حملة يعني الحيطة نفسها هي اللي بتشير الاحمال vertical وهي اللي بتشير الاحمال horizontal عشان كده بتبقى طخينة جدا وبتنزل لغاية الاساسات والاساسات بتلاقي reaction زي ما قلنا من تحت اللي بتساوي action يبقى عندي action و reaction لو قد بعض يبقى خلاص في stability فاحنا بنقول ان في العمارة الرومانسكية هم عايزين دلوقتي يخلوا بيت الرب كبير و عالي كبير و العالي و الواسع معناها على طول ان spans كبيرة مدام spans كبيرة والحوائط حملة يبقى معناها ان لازم نسب الفتحات اللي موجودة في الحوائط تبقى كبيرة ولا صغيرة تبقى صغيرة ليه تبقى صغيرة عشان كل ما انا بخرم في الحيطة كل ما انا بضعفها يبقى معناها انها مش هتقدر تشيل الاحمال ولذلك الفراغ الكبير العالي الضخم اللي فتحاته صغيرة تفتكروا حيبقى مضيء و مبهج من الداخل ولا مظلم لا حيبقى مظلم ولذلك بنقول because structural systems were wall bearing اللي هي حوائط حملة walls were very thick and with very small openings بفتحات صغيرة hence the wide span spaces were dark المشكلة بتاعت الداركنس بتاعت الفراغ ده هو اللي هيحاولوا في القوتي يغيروه و يخلوا الفراغ الداخلي مضيء جدا ولذلك انا لازم اعرف الرومانسكي عشان لما شوف القوتي من بعده بيتغير بشكل ما انشائيا و كده علشان يوسع الفتحات و يخلي الفراغ كله مضيء ابقى فاهم الحكاية دي حصلت ليه طيب ايه هي الطرق الانشائية المستخدمة في العمارة الرومانسكية الرومانسك اركيتكتشر هيعتمد على الانترساكتد فولتس اللي هي الاقبية المتقاطعة اللي احنا شفناها هم لو تفتكروا اول مرة في البازيليكا اف كونستنتاين ايام الروماني كان فيه الفراغ اللي في النص كان اقبية متقاطعة والاقبية المتقاطعة بتبقى عادة اربع قطع قودري بارتايت او هن يظهر لنا نوع جديد بقى من الاقبية المتقاطعة اسمها سيكس بارتايت من اسمها واضح انها متقسمة كام حتة ست قطع يبقى الاقبية المتقاطعة نوعين ياما رباعية او سداسية عشان كده بيسموها قودري بارتايت او سيكس بارتايت فولتس نقل بالسلايد اشرح لكم على طول بصوا على الصورة الاول هتلاقوا ان كل باكية من البواكي بتاعت النيف اللي بيقابلها الممرات الجانبية المنخفضة اللي هي الاقل ارتفاعا اللي هي الايلز هنلاقي انها متقسمة اربع قطع شايفينهم كل باكية فيها اربع قطع وفي الرب بتاعت التقاطع مقسمة الفولت المتقاطع الى اربع اجزاء عشان كده بنسمي انترساكتت فولت او قودري بارتايت فولت في البلان بقى بصوا على البلان هتلاقوا فعلا الدوتت لاينز بتاعت البكية اللي في النص متقسمة اربع قطع نتيجة الدياجونالز اللي مقطوعة اللي هي في الصورة بقى بين انها خطوط التقاطع بتاعت الاقبية المتقاطعة لو ندوس بقى على يعني بصوا على الصورة اللي تحت البلان التحتاني لو ندوس على نص البكية الفورسز هتروح ازاي هتتقسم اربع اجزاء كل واحدة هتروح ناحية ايه عمود من الاعمدة على الخط بتاع التقاطع ل الاقبية المتقاطعة او كل بكية من الاقبية المتقاطعة عشان كده بيسمه ده كوادري بارتايت فولت يعني معناه انه هو قبوة مقسوم اربع اجزاء وكل جزء من الحمل بتقسم الى اربع اربع كل واحد بيروح ناحية العمود القريب لي نقلب السلايد بصوا بقى على الكنيسة دي دي كنيسة اسمها Church of the Apostles كنيسة المرسلين موجودة في كولوني بصوا على البلان في الممر الاوسط هتلاقوا ان البكية ما بقيتش فيها diagonals بس ده زاد عليها خط dotted line اضافي لما نيجي نحسب البكية بقى متقسمة كم حتة هنا هنلاقي انها متقسمة ست قطع ولذلك ظهر هنا فكرة ال Six Partite Volting ليبوا السلايد بصوا بقى على البكية بدل ما هي كان فيها بس الاقبية المتقاطعة الربعية اصبحت سداسية Six Partite انا رسم لكم برضو البلان ورسم لكم تحليل القوة لو دوسنا على النقطة اللي في النص هنلاقي الاربع اربع بقى دلوقتي بيتقسموا الى ست اجزاء من اللود الاربع الحمر دول اللي كانوا موجودين قبل كده زاد عليهم الخط الازرق اللي هو بيتقسم الفولت من خلاله الى ست اجزاء مش اربع عشان كده اسمه Six Partite Volting نقل بالسلايد هتلاقوا فعلا ان المفردات بتاعت الوجهات ما تشبهش للروماني لكن فيها عناصر من الروماني زي السمي سيركلر ارشز استخدام القولمز اللي فيها orders الى اخيره لكن التشكيلات جديدة بسبب انه بيخدم العقيدة المسيحية وليس العقيدة الرومانية القديمة نقل بالسلايد من الداخل برضو بنلاقي كل حاجة فيها سمي سيركلر ارشز وبين طبعا ان الفتحات بتاعت الشبابيك كلها صغيرة نتيجة انه الحيطان والبيرنج والحيطة الولبيرنج معناها على طول انه لو خرمتها كتير معناها ان انا هضعفها الضعف ده معناه ان مش هتقدر تشيل الهوريزونتال فورسز او الفيرتكال فورسز اللي موجودة فيها نقل بالسلايد الفراغ زي ما قلتلكم نتيجة ان فتحاته صغيرة في الصورة اليسرى اللي هي ما فيهاش اضاءة بالكهرباء هنلاقي ان الفراغ مائل الى الظلمة لكن الصورة اللي على اليمين طبعا اللي فيها اضاءة كهربية دلوقتي ما بنحسش بها بهذا الاحساس لكن زمان لازم تعرفوا طبعا الاضاءة بالليل كانت كلها بالشموع فقط وليست بالاضاءة الاضاءة الكهربائية نقل بالسلايد بكده نكون بدينا في القرن الاثناشر لغاية القرن الستاشر اثناشر في بعض الاجزاء التلاتاشر في بعض اجزاء اخرى من وسط اوروبا وحيفضلوا معنا لغاية عصر النهضة في القرن الخمستاشر او الستاشر على حسب برضو المكان الاركيتكتر الكاركتر يعني الصفات المعمارية اللي موجودة في عصر القوتي هنلاقي ان المين فيتشر للغاثيك اركيتكتر كان الرأسية الرأسية يعني ايه؟ يعني بدل القرن ما هو سيمي سيركلر مدور هنلاقي ان هو مدبب الفراغ نفسه نسبته طولية العناصر الخارجية فيها ابراج بتشير الى السماء كلها عبارة عن Pointing Vertical Elements بتشير الى المحصلة بتاعتها بتشير الى السماء الارجنز بتاعت الpointed arch الحقيقة ما هياش غربية هي اسلامية وانتقلت للغرب عن طريق الحروب الصليبية المعماريين والبنيين اللي راحوا يحربوا في الحروب الصليبية شافوا العمارة الاسلامية بيعقودها المدببة ونقلوها الى اوروبا بداية من القرن الثلاثتاشر وطالع وهو ده برضو احد الحاجات اللي سببت ظهور العمارة القوتية بشكلها اللي احنا نعرفه وحندرسه مع بعض النهاردة العناصر بتاعت الGothic Architecture بقى هي ايه؟ اول حاجة الباترسز كلمة باترس انتو تعرفوها اللي هي الدعامة لكن المرة دي فيه باترس عادي دعامة وفيه Flying Buttress دعامة طائرة وهي دي اللي انا ورتها لكم فيه صورة الغلاف فاكرين اللي هي صورة السيكشن اللي كان فيها اجزاء من Arches طائرة في الهواء هم دول الفلاينج باترسز هنعرف ايه دورهم الانشائي وايه سببهم عندهم تاورز ابراج تارتس ابراج صغيرة فلاش يعني زي فلاش يعني كلمة فرنسية معناها سهم عبارة عن منشأ خشبي ضخم جدا رأسي في منتصف الكنيسة على سطحها بيصل المبنى الى السماء وبعد كده حيبى عندنا حاجة اسمها Rose Windows اللي هي شبابيك مستديرة ضخمة جدا معمولة كلها بالزجاج المعشق في منتهى الجمال اقترها يصل الى 13 متر و 15 متر زي ما هنشوف مع بعض وحناخد مثال واحد هو كنيسة اسمها كنيسة نوتر دام في باريس اللي كانت بتستخدم لمناسبات التتويج الملكية سواء لملوك او ملكات فرنسا يمكن سمعت انتو السنة اللي فاتت على كنيسة نوتر دام السقف بتاعها اتحرق بالكامل وجاري حاليا عمليات الاصلاح كان مفروض انها تنتهي في سنة الفين واربعة وعشرين لكن اعتقد ان المشروع هيتأجل شوية نتيجة توقف العمل خلال الاشهر السابقة بسبب الفيروس بتاع كورونا لو نقل بالسلايد هتفهموا على طول ايه سبب الفلاين باترسز اللي هي الدعمات الطائرة احنا عارفين دلوقتي ان الفراغ اللي في الممر الاوسط الواسع العالي اللي هو اللي اسمه نيف هيطلع من الانترساكتت فولتس القوة الزرقة اللي هي قوة ميلة القوة الميلة عادة بتتشال ازاي بتتشال بتو كومبوننس او بتتحلل الى تو كومبوننس واحد منهم بيتشال من خلال الحيطة اللي هو الرأسي والافقي لازم حاجة تسنده فانا لو حطيت الباترس في المكان بتاع القوة اللي بدية من ناحية الفولت هنلاقي انها هتسد الايل اللي تحت ولذلك اضطروا ان هم ينطروا الدعامة دي خارج الكنيسة طب ازاي اوصل اللود الميل من الحيطة الداخلية بتاعة النيف الى الحائط الساند اللي في خارج حدود الكنيسة راحوا عاملين ارش ازطايرة في الهوى زي اللي انتوا شايفينهم دول بينقلوا الفورس من مكان الفولت فوق النيف ويوصلوه لغاية الحيطة السندة طبعا الحيطة السندة دي هي عمودية على اتجاه اللود وبالتالي تقدر انها تعمل ري اكشن للهوريزونتل فورس يبقى اذا الباترس والفلايين باترس هم عبارة عن ايه عبارة عن دعمات اتعملت علشان تشيل القوة بتاعة الاقبية المتقطعة وتنقلها من الحائط بتاع النيف لغاية خارج حدود الكنيسة بحيث انها ما تسدش الممرات الجانبية اللي هي بتاعة الايلز طيب دلوقتي الحيطة دي هي حيطة مستمرة ولا دولا جايين عند كل باكيا لا دولا جايين عند كل باكيا يبقى اذا الفراغ من الباكيا للباكيا قادر افتحه كله يعني الحيطة بتاعة الروماناسك ما كناش بنفتحها ليه وبنعمل فتحات صغيرة لان الحيطة نفسها كانت هي اللي شايلة دلوقتي مين اللي شايل الباترسز والفلاين باترسز يبقى اصبح من باكيا لباكيا انا اقدر افتح الحيطان بالكامل واعمل شبابيك وده اللي هيخلي ال كواليتي أوف سبيس في الكنيسة القوتية يختلف تماما عن الروماناسكية روماناسكية كبيرة لكن مظلمة هنا ضخمة جدا واعلى جدا وكلها يعني الانارة بتاعتها الانارة طبيعية نتيجة ان الانشاء اصبح انشاء خارجي وليس انشاء في سمك الحيطة نقل بالسلايد دي كنيسة نوتردام قبل الحرق ادي العناصر المختلفة اللي انا يعني شرحتها لكم قبل كده عندكم اللي هي الارشاط اللي هي الطائرة التارتز اللي هي الابراج الصغيرة في الفلاش اللي هي المنشأ الخشبي اللي اتحرق للأسف اللي هو بيوصل المبنى الى السماء في الابراج الابراس اللي موجودة على الوجهة الخارجية ودي روز ويندوز اللي هي قلتلكم بتصل الى 13 و15 متر الاسبانز بتاعتها وخدوا بالكم ان كل الحاجات اللي لونها الارومادي دي دي ازاز معشق حيبان طبعا من جوه ملون لان النور اللي بره بيبقى اكتر بكتير من اللي جوه فالزجاج المعشق بيشتغل في الداخل وليس في الخارج نقلب السلايد ادي البلان شايفين بقى كل الحاجة اللي شكلها عاملة زي اعمدة برزة حوالين البلان هي دي كلها الحيطان بتاعة الفلاين باترس والحتة اللي هي المرتفعة جدا في الفراغ هي الصليب الداخلي اللي هو السبان الواسع يعني عشان تفهموها على طول بصوا على الصورة اللي هي من جوجل ايرث هتلاقوا على طول الحتة اللي هي المرتفعة هي السقف بتاع حمايل وكل الحاجات اللي عاملة زي ما يكونوا خطوط رفيعة جنب بعض جنب بعض طالعين من الجزء الداخلي ده هو هو دول الفلاين باترس نقل بالسلايد هنلاقي فعلا ده التحليل اللي احنا عملناه قبل كده ولو تاخدوا بالكو ان الابراج الصغيرة اللي هي التارتس انا عامل لهم سهم مجوف لونه احمر الهدف منه هو اننا لما بحط التقالات دول بيخلوا الفورس تنزل في الحوائط بدل ما تهرب من الفورس الميلة نقل بالسلايد هنلاقي هنا تلات بوابات علشان السلوس المقدس وحنلاقي صف من ملوك وملكات فرنسا محضوط فوق البوابات مباشرة شايفينه في صف من التماثيل كل واحد منهم بيمثل ملك او ملكة تم تتويقهم داخل هذه الكنيسة من القرن الاثناشر لغاية نهاية طبعا فترة العصور الوسطى ودول البورجين اللي فيهم ابراج الابراس وفي روز ويندوز وغيرها فوق الاكس بتاع المدخل الاوسط نقلب الصفحة ادي الفلاش اللي هي الموجودة في النص ودي اللي كانت منشأ خشبي زي ما قلت ارتفاعه تقريبا خمسين متر وطوله تقريبا قد طول الكنيسة كلها يعني الكنيسة كلها من اول الاخراتها كانت حوالي مية وعشرين متر ارتفاع يعني منشأ ضخم جدا على انه بيتعامل كله والبيرنج يعني حوائط حملة نقلب الصفحة طبعا الشكل المركب لقصاتكو ده ناتج عن ان انا عندي وعندي وعندي شبابيك كبيرة عايز ان انا اكسيها كلها بالزجاج في الفترة دي طبعا لازم تعرفوا ان ما كانش في مصانع زجاج الزجاج كان بيتعامل بالنفخ بالفم وكان اكبر حتة تقدر تطلع منه حوالي مثلا نقول عشرين سنتي في عشرين سنتي فهم عندهم قطع صغيرة ولازم يعملوا منها حاجة ضخمة وكبيرة وده التحدي الكبير اللي كان عندهم نقل بالسلايد ادي يمكن باين اكتر لصفوف التماثيل بتاعة الملوك والملكات اللي تم تتوجهم في كنيسة نوتردام نقل بالسلايد بصوا بقى الفراغ طبعا عالي ازاي وكبير ازاي بالنسبة للروماناسك ومضاق اكتر بسبب ان الفتحات من البكية للبكية وليست فتحة صغيرة جوه حائط سميك نقل بالسلايد دي مش نوتردام دي كنيسة وستمينستر في لندن بتبين برضو انه سواء احنا في فرنسا او خارج فرنسا كل الكنيسة القوطية ليها نفس نفس الملامح وليها نفس الفراغ المضيء نتيجة انه الفتحات كلها من العمود للعمود او من البكية للبكية نقل بالسلايد ادي هنا روز ويندو اللي انا قلتلكو عليها اللي هي بتبقى فتحة ضخمة جدا جدا مستديرة وعشان كده بيسموها روز لانها عاملة زي الوردة اللي هي مركز وبتطلع منها باتلات والباتلات بتتفرغ تتوزع تاني نقل بالسلايد اهي ايه دي الروز ويندو ادي شكل الجيومتريك بتاعها وادي تشكيلها في الاخر ولو ناخد بالنها كلها مصنوعة من قطع زجاج صغيرة جدا كلها متركبة في بعض بشرائح من الرصاص كانوا بيلحموا الرصاص مع بعضه بحيس ان في الاخر الزجاج يمسك بعضه معظم الكنيس القوطية الحقيقة نتيجة الضرب اللي يحصل في المدن الاوروبية اسلاء الحرب العالمية التانية عارفين القنبلة دايما بتعمل عملية تفريغ الهوى تفريغ الهوى ده هيعمل مشاكل كبيرة جدا لمعظم الستين جلاس او الزجاج المعشق المستخدم في الكنيس القوطية فهنلاقي كتير منها الحقيقة تم استبداله بزجاج شفاف دلوقتي ما هواش معشق لانه الصناعة بتاعة الزجاج المعشق دي تقريبا انقرضت بقيتش موجودة زي الوقت بتاع العصور الوسطى اللي كان فيه ماسترز يعني زي نقول معلمين المهنة وكانوا يعرفوها كويس ويعرفوا اسرارها جيدا بكده بكده نكون خلصنا الرومانسك والغاثيك المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي نشوف عصر النهضة اللي هو القرن الخمستاشر والستاشر في اوروبا شكرا